تقول بارك الله فيك عندك مال جمعته من أجل أن تعطيه كأقصاط لأبنائك الذين يدرسون في الجامعة نقول أي مال يا أحبيبنا الكريم أي مال جمعته لأي غرض من الأغراض الشرعية غرضته للأكل للشرب لتزاد دين لسداد قسط لغيره وحال عليها الحول حال عليه الحول المال الباقي ما كنت قد دفعته انتهى لكن ما بقي منه في صندوقك في حسابك في يوم الزكاة لا بد أن تزكيه بصرف النظر عن ما هو الغرض الذي حتى ولو كان الغرض الذي جمعته من أجل غرضا مشروعا صحيح بارك الله فيك تعليم أبنائك غرض مشروع لكن هذا المال حق سيبارك الله لك في أبنائك وفي تعليمهم إذا أنت دفعت هذا ثم هذا المال يا إخوتي الذي طلبه الله مننا مالا بسيطا اثنين ونصف في المئة انظروا إلى الضرائب التي تأخذ في هذه البلدان في البلدان الخارجية يعني أنا أعرف أن بعض البلدان قد يكون الضريبة تصل إلى أربعين في المئة نحن أخذ اثنين ونصف في المئة ولهذا الإسلام جمع في تشريعه بينما عرف بالواقعية والمثالية الواقعية تطلع اثنين ونصف في المئة من رأس مالك الذي وهبك الله عز وجل تعطيه للفقير والمسكين والمديون وفي سبيل الله إلى آخر المصاريف المعروفة التي تصرف في الزكاة نعم ولكن إذا أردت أن تتصدق افعل ما شئت الباب مفتوح أمامك تصدق بعض العلماء يحددوا بأنك تتصدق يعني بالثلث بعضهم فتح الباب على مصرعين